كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر واليقضاء التامة من أجل تحقيق الأمن والأمان لأهل سيناء وأكد رئيس السيسي أن التواصل بين الجيش ومؤسسات الدولة وأهالي والشيوخ سيناء ثقافة يجب أن تستمر أرجو أن أنتم تنتبهوا للناس بتاعكم وأمنهم وسببتهم الحذر مستمر والحرص مستمر من كل الأجهزة وأبداً أبداً لا تغمض عين لا تغمض عين ولا جفن اوقعوا وتتطمنوا وتقولوا لا لا ما فيش اطمئنان أبداً غير إن إحنا دايماً عينينا منتبهين لكل حاجة ومعنا أبناء سيناء أهلنا ينتبهوا معنا ما تسكتوش على حد لما ما قدرناش نعمل قبل كده في 2006 و7 و8 وتسعة وعشرة اتعامل لما سكتنا لما سكتنا شفتوا اللي حصل فينا ما تسكتش والنهاردة إنك تتعاون في إنك أنت تقول خلي بالكم الإبننا ده متلغبط إحنا مش حنضيعه لا بالعكس حنحاول نشوف حل معاه ونعالجه ونفهمه وكده لكن ما نسكتش أبداً على حاجة زي كده لأن زي ما انتم شفتوا كده إحنا عدنا عشر سنين يعني مش عايزين ننسى مش عايزين ننسى الأيام المؤلمة اللي كانت بتمر علينا